أعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس جميل وهو المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي فهيا بنا نتعلم اليوم إيجاد الوسيط والمنوال لمجموعة بيانات في البداية دعونا نلاحظ هذه المعلومة يبين الجدول المجاور عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب لعدد من الطالبات خلال أسبوع واحد لدي في هذا الجدول طالبات قرأوا عدد من الكتب خلال الأسبوع يطلم مني طلب بسيط وهو رتب هذه البيانات من الأصغر إلى الأكبر فهيا بنا نرتب هذه البيانات لاحظ معي سأستخدم القلم لحذف وشطب البيانة الذي أكتبه أصغر رقم موجود في الجدول لدي واحد إذن شطبت على الواحد وكتبت واحد أيضاً اثنين وشطبت على الاثنين وكتبته الاثنين مكرر مرة أخرى أيضاً أشطب عليه وأكتبه مرة أخرى أيضاً الثلاثة رقماً لبعده وهذه الثلاثة وكذلك أربعة وهذه الأربعة وأيضاً الأربعة الأخرى وهذه أربعة وكذلك الخمسة وهذه الخمسة إذن استخدمت الشطب في الجدول حتى أستطيع أرتب هذه الأعداد بطريقة سهلة وما يصير عندي في كتابتها لخبطة أو نسيان بعدما رتبت هذه الأعداد بالترتيب من الأصل الأكبر ماذا يطلم مني؟ لاحظ ما هو العدد الأوسط لهذه البيانات؟ ركز معي في السؤال ما هو العدد الأوسط؟ ماذا يقصد بالعدد الأوسط؟ الذي يقع في الوسط طيب أنا كم عندي بيان هنا؟ عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة إذن أنا لدي سبعة المفروض العدد الأوسط يقسمها إلى نصفين ثلاثة، ثلاثة لاحظ معي لو حسبنا هنا ثلاث أعداد واحد، ثلاثة، وهنا ثلاث أعداد واحد، ثلاثة، سنجد أن اللي في المنتصف أو في الأوسط ما هو العدد؟ العدد ثلاثة، إذن اللي في المنتصف هو العدد ثلاثة، أو الأوسط هو العدد ثلاثة بحيث نقسم العدد إلى نصفين متساويه هنا ثلاث أعداد وهنا ثلاث أعداد طيب ماذا يسمى هذا العدد الأوسط؟ تعالى نتعرف ما بعض عليه يسمى الوسيط إذن الوسيط لمجموعة بيانات هو العدد الأوسط في مجموعة من البيانات بعد كتابتها بالترتيب إذن لاحظ معي حتى أأتي بالوسيط لابد أن أكتب البيانات بالترتيب سواء من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر إذن يشترط الوسيط كتابة البيانات بماذا؟ بالترتيب دعونا نأخذ أمثلة توضح هذا المفهوم أوجد الوسيط لمجموعة البيانات التالية عدد الأحرف في كلمات عندي تسعة أحرف، ستة أحرف، نعشر حرف، سبعة أحرف، أربعة عشر حرف، عشرة حروف، وسبعة حرف المطلوب مني أوجد الوسيط الآن الخطوة الأولى لابد أن أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر هذه أول خطوة طيب هيا بنا نرتبها وين أصغر عدد موجود لدي فيه هنا في القائمة؟ ممتازين، الستة، إذن هذه الستة العدد اللي بعده هل يوجد ستة غيرها؟ لا ما فيه إلا واحدة، إذن نشطب عليها بهذا الشكل بشكل خفيف العدد اللي بعده سبعة ممتازين وهذا سبعة ونأتي للسبعة ونشطب عليه بهذا الشكل وكذلك سبعة أخرى وهذه السبعة الأخرى الموجودة هنا شطبنا عليه أيضا السبعة إذن انتهينا من ثلاثة أعداد العدد اللي بعده اللي بعد السبعة اللي بعد السبعة لديه هنا كم؟ التسعة ممتازين، نشطب على التسعة أيضا اللي بعده كم؟ عشرة ممتازين، نشطب أيضا العشرة العدد اللي بعده؟ اثنعش ممتازين وهذه الاثنعش العدد الأخير أربع طعش ممتازين وهذه هي الأربع طعش بعدما رتبنا الأعداد من الأصغر إلى الأكبر نأتي الخطوة الأخيرة الخطوة اللي بعدها أعطني العدد الأوسط طيب كيف أعرف العدد الأوسط؟ تعال عد البيانات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بما أنها عدد فردي فالعدد الأوسط سهل أأتي به إذن راح أخذ العدد اللي في الوسط اللي في الوسط وينه؟ اللي هو التسعة ممتازين هذا العدد الأوسط هذا هو العدد الأوسط لماذا؟ لأنه قسم البيانات بالتساوي هنا ثلاث أعداد وهنا ثلاث أعداد إذن العدد الأوسط هو التسعة إذن الوسيط هو العدد تسعة مثال آخر أوجد الوسيط لمجموعة البيانات التالية درجات مسابقة الخط العربي 70 72 68 72 83 71 74 72 هذه درجات والمطلوب مني إيجاد الوسيط أول خطوة ماذا نفعل؟ ممتازين نرتب البيانات إذن رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر فهيا بنا نرتبها بهذا الشكل 68 70 71 72 72 72 74 83 الآن الخطوة اللي بعدها ممتازين نأتي بالعدد الأوسط طيب تعال شف معي العدد الأوسط وينه؟ العددان الأوسطان هما 72 72 كيف؟ لاحظ معي أنت لديك كم بيان عدهم؟ كم عددهم؟ واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن ثمانية عدد زوجي حتى أأتي بالعدد الأوسط فلابد أن يكون عندي عددين فلاحظ معي هذه العددين هما العددان الأوسطان لماذا؟ لأنها قسمت البيانات بالتساوي لدي هنا ثلاثة أعداد في اليمين وثلاثة أعداد في اليسر يعني ما ينفع أخذ واحد منها لو أخذت هذا فقط أصبع اليمين ثلاثة واللي على اليسار أربعة لا هو اللي يبغى اليمين نفس اللي على اليسار علشان كذا أخذنا العددان الأوسطان هما 72 و72 طيب الآن المطلوب مني في السؤال إيجاد الوسيط وانت أعطيتني الآن عددين كيف أجيب الوسيط من بينهما؟ ممتازين نجمحها ونقسمها على كم؟ على عددها ممتازين إذن 72 زي 72 يساوي 144 إذن 144 تقسيم 2 يساوي 72 إذن أقدر أقول أن الوسيط هو 72 بهذا الشكل إذن في هذا السؤال أخذنا فكرة أخرى عن المثال الأول دعونا الآن ننتقل إلى تدري الوسيط لمجموعة البيانات التالية أعداد زوار متحف 85 106 106 74 74 94 هو أعطيني اختيارات الاختيار الأول 74 الاختيار الثاني 94 الاختيار الثالث 1006 كيف أجيب على هذا السؤال إذا أعطاني اختيارات؟ ليست طريقة عشوائية وليست تخمين وإنما طريقة بالخطوات حتى أصل الحل والناتج النهائي المطلوب مني الوسيط إذن أول خطوة أرتب البيانات لاحظ معي أعطني أصغر قيمة موجودة هنا في هذه البيانات أنا عندي 85 80 106 106 74 94 أصغر عدد فيها كم؟ إذن أكتب 74 فاصلة العدد اللي بعده عندي 85 و94 أيهما الأصغر؟ ممتازين 85 وهذه 85 فاصلة عندي 94 و106 أيهما الأصغر؟ ممتازين الـ 94 وهذه 94 فاصلة عندي 106 و106 هي نفسها بأكررها مرتين 106 وأيضا كذلك 106 الآن أين هو العدد الأوسط؟ لاحظ معي 1 2 3 4 5 عدده 5 عدده فردي إذن لابد أقسمها من المنتصف بالوسط لاحظ معي الأربعة والتسعين هو العدد الأوسط لماذا؟ لأنه يوجد على يمينة عددين وعلى يسارة عددين إذن الأربعة والتسعين هو الجواب الصحيح إذن الاختيار الصحيح هو فقرة با أربعة والتسعين إذن في هذا السؤال أجبنا بطريقة صحيحة بحيث لا فيها تخمين ولا فيها عشوية الآن يا عزاء الطلاب سننتقل إلى مفهوم آخر نفس النشاط الذي قبل قليل أخذناه يبين الجدول المجاور عدد الساعات المخصصة لقراءة الكتب لعدد من الطالبات خلال أسبوع واحد المطلوم مني ما هو العدد الأكثر تكرارا؟ الآن أنت رتبت الأعداد كما سبق ورتبناها أبس ألك ما هو العدد الأكثر تكرارا؟ اللي ما تكرر كثير الواحد لا الواحد تكرر مرة واحدة وقتوه مرة واحدة فقط طيب الاثنين الاثنين مرتين إذن نحطه في بالي الاثنين بحط عليه دائرة حتى ما أنساه الثلاثة لا مرة واحدة الأربعة مرتين سأضعه في دائرة حتى ما أنساه الخمسة مرة واحدة إذن لدي الاثنين والأربعة أيهما تكرر أكثر؟ الاثنين والأربعة ممتازين متساوين هذا متكرر مرتين وهذا تكرر مرتين إذن العدد الأكثر تكرارا أقدر أقول لاثنين وأربعة لأن هذا تكرر مرتين وهذا تكرر مرتين ماذا نسمي هذا المفهوم؟ العدد الأكثر تكرارا ماذا يسمى؟ لاحظ معي يسمى المنوال إذن المنوال لمجموعة بيانات هو العدد أو الأعداد الأكثر تكرارا لمجموعة البيانات دعونا ننتقل إلى أمثلة لتوضيح هذا المفهوم أوجد المنوال لمجموعة البيانات التالية أوزان طلاب بالكيلو جرام أربعين كيلو جرام اثنين واربعين ثمانية وثلاثين اثنين واربعين ثلاثة وخمسين واحد واربعين أربع واربعين ستة واربعين المطلوب مني المنوال يذكرني بالتعريف المنوال هو العدد الأكثر تكرارا لمجموعة البيانات أنا لدي هذه البيانات يسأل الطلاب هل أحتاج هنا إلى الترتيب؟ ليس بالضرورة الترتيب ارتبت خير وبركة وما رتبت ليس مطلوب منك في المنوال أن ترتب الترتيب فقط في الوسيط أما المنوال ليس بالضرورة أن ترتب طيب الآن تعريف المنوال يقول هو العدد الأول أعداد الأكثر تكرارا تعالوا لاحظ معي الأربعين تكرت كم مرة؟ مرة واحدة الاثنين واربعين تكرت مرتين إذن سأضع عليها دائرة حتى ما أنساها الاثنين واربعين تكرت مرتين سأضع عليها دائرة الثمانة والثلاثين مرة واحدة الثلاثة والخمسين مرة واحدة الواحد واربعين مرة واحدة الاربع واربعين مرة واحدة الستة واربعين مرة واحدة إذن المنوال هو ممتازين اثنين واربعين إذن المنوال هو العدد اثنين واربعين لأنه تكرر مرتين اثنين واربعين هو الأكثر تكرارا من بين هذه البيانات المنوال لمجموعة البيانات التالية أعمار طلاب 12 10 13 14 11 13 12 هو معطيني اختيارات هل هو المنوال 13 أم 12 أم 13 و 12 حتى أجيب على هذا السؤال لابد أني أولا أعرف ما هي الأعداد المكررة تعالوا نكتبها عندي 12 10 13 14 11 13 12 الآن تعالوا لاحظ معي أضع الأعداد المكررة دائرة سأضع على الأعداد المكررة دائرة الـ 12 كم تكرت مرة؟ ممتازين مرتين إذن هذه الـ 12 وهذه الـ 12 طيب العشرة كم مرة تكرت؟ العشرة مرة واحدة طيب الثلاثة مرتين ممتازين هذه الأولى وهذه الثانية طيب والـ 14 مرة واحدة والـ 11 مرة واحدة إذن أنا عندي الـ 12 إذن أنا عندي الـ 12 والـ 13 طيب أي وحدة فيهم المنوال؟ الـ 12 أو الـ 13 أو الـ 12 مع بعض؟ ممتازين الـ 12 والـ 13 مع بعض طيب لماذا؟ لأن الـ 12 تكرت مرتين والـ 13 تكرت كم مرة؟ مرتين إذن الجواب الصحيح هو G 13 و 12 إذن هذا هو الجواب الصحيح طيب الآن يا عزائي الطلاب دعونا ننتقل إلى أسئلة شاملة لدرس اليوم الوسيط لمجموعة البيانات المبينة في الجدول المجاور هو معطيني اختيارات ألف و باء و ج المطلوب مني الوسيط وأعطاني جدول الرحلات هذا العام طالب مني الوسيط لهذه البيانات من يذكرني الخطوة الأولى في الوسيط؟ ممتازين لابد نرتب طيب تعال رتب مع بعض؟ كيف الترتيب؟ ممتازين الصفر وضع عليه شرطة كذا شباب أنساه وكذلك الصفر الآخر ممتازين وأضع عليه شرطة وكذلك الصفر الآخر وهذا صفر انتهينا بعدين العدد اللي بعده ممتازين الواحد وهذا الواحد وكذلك الواحد الآخر وهذا الواحد اللي بعده ممتازين اللي اثنين اللي بعده أيضاً الاثنين ممتازين وكذلك الثلاثة ممتازين وهذه الثلاثة وأيضاً الأربعة ممتازين وهذه الأربعة وكذلك الخمسة ممتازين وهذه الخمسة وكذلك الخمسة الأخرى ممتازين وأخيراً السبع طيب الآن بعد ما رتبنا هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر هذه الخطوة الأولى من يقول خطوة الثانية؟ ممتازين آخذ العدد أو الأعداد في الوسط تعال لاحظوا معين عدها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر عندي اثنى عشر إذا لازم أقسمها بالوسط أخذ عددين يقسمهم بالوسط وش العدد رح أخذهم؟ تعال لاحظوا معي من يقول ما هي الأعداد؟ ممتازين يقول لو قسمنا هذه الأعداد صار عندي خمس أعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهنا عندي خمس أعداد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إذا نلاحظ أن العددان في الوسط هما اثنين والثنين طيب صار عندي عددين ما هو العمل؟ ممتازين نقول اثنين زائد اثنين يساوي أربعة طيب بعدين جمعناه ما نظرناه نفعله الآن ممتازين نقسم المجموع على عددها أربعة تقسيم كم عددها عندي؟ واحد اثنين على اثنين أربعة على اثنين كم يساوي؟ يساوي اثنين إذن الوسيط هو اثنين إذن الجواب الصحيح هو فقرة ألف إذن أجبنا على هذا السؤال بشكل صحيح باستخدام الخطوات وليس من خلال التخمين أو العشوائية دعونا ننتقل أيضا إلى السؤال الآخر المنوال لمجموعة البيانات المبينة في الجدول المجاور هو ثمانية وثمانين خمسة وثمانين ثمانية وسبعين ما هو العمل؟ هل احتاج الترتيف في المنوال؟ صحيح لا احتاجه ممتازين إذن ما هو البنوال؟ هو الأكثر تكرارا ممتازين طيب تعال الآن طيب الآن دعونا نعضع دائرة على الأعداد المكررة الثلاثة والتسعين تكررت عني كم مرة؟ الثلاثة والتسعين مرة واحدة إذن نتركها الثمانية والثمانين الثمانية والثمانين تكررت مرتين هذه واحدة وهذه واحدة طيب الخمسة والثمانين الخمسة والثمانين تكررت ثلاث مرات هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة الثمانية وتسعين مرة واحدة والتسعين مرة واحدة والستة وتسعين مرة واحدة والثمانية وسبعين مرة واحدة والثمانية وسبعين مرة واحدة والثنين وتسعين مرة واحدة والتسعين مرة واحدة إذا نتكرر لدي الثمانية والثمانية مكررة والخمسة والثمانين مكررة طيب أيهما آخذ الثمانية والخمسة والثمانين طيب من يذكرنا في التعريف ممتازين المنوال هو العدد الأكثر تكراراً أي واحد مكرر أكثر هو المنوال طيب الآن بعدما تعرفنا وسمعنا إلى التعريف من يقول لي ما هو المنوال هنا ممتازين الثمسة والثمانين كم تكرت مرة؟ تكرت ثلاث مرات إذن الجواب الصحيح هو فقرة ب خمسة وثمانين الآن يا عزائي الطلاب دعونا نلخص درس اليوم تعلمنا اليوم إيجاد الوسيط والمنوال لمجموعة بيانات الوسيط يمر بفقر الخطوتين الخطوة الأولى رتب الاعداد من الأسر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأسر الخطوة التي تليها خذ العدد الأوسط في مجموعة البيانات بعدما ترتب خذ العدد الأوسط الموجود في مجموعة البيانات وكذلك أخذنا المنوال والمنوال هو العدد والأعداد الأكثر تكرارا في الختام أسأل الله العلي القدير لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته